السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وهذا بسبب الازمة الكبيرة التي تمر بها شركة الجزائريات والتي عادت الى تخفيض الرواتب عمالها بالاضافة الى طلب مساعدة مالية من الدولة من اجل ضخل المال لانقاذ شركة الوطنيات الجزائريات لطيران وللعلم فقد قام مسؤول الشركة بعقد اجتماعات هامة مع اطارات في الوزارة بخصوص هذا الموضوع لكن لم يتم الاعلان عن القرارات الرسميات لحد الان والسبب غير معروف برغم من انعقاد عدة اجتماعات وبالرغم من ان الجوية الجزائريات ضمت صوتها لافراد الجالية الجزائريات الى ان هناك العديد من المغتربين الجزائرين الذين ابداوا غضبهم عن اسعار التذاكر وطرق بيعها وللعلم على حسب المآلتم تداوله فقد قدمت الدولة مساعدات للجوية الجزائريات لكن لم تعطي بعض الضوال اخضر لها لتسيير الرحلات اكثر ولا زال الجميع ينتظر ويرتقب في المجهول شروط الدخول الى الجزائر الخطوط الجوية الجزائريات تحددها اعلنت الخطوط الجوية الجزائريات امس شروط الجديدة لدخولها الى الجزائر بسبب وباء 19 العالمي قامت الجزائر المتضررة بشدة بتحديث شروط دخول اراضيها للمسافرين اوضحت شركة النقل الجوي الجزائريات طيران الجزائر امس الثلاثاء ما هي الشروط الجديدة التي طالبت بها الجزائر وبالتالي لتتمكن السفر الى الاراضي الجزائرية يجب تقديم اختبار سلبي مؤرخ اقل من 72 ساعة قبل الرحلة وتزويده برمز لاستجابة صريعة لازم للتحقق بالاضافة الى ذلك تضيف الخطوط الجوية الجزائريات انه يجب على المسافرين ايضا اكمال بيان صحي يثبت عدم ظهور اعراض الاصابة بافيروس 19 وتعهد الشرف يجب تقديم هذه النماذج الموقعة حسب الاصول من قبل راكب وكذلك رمز لاستجابة صريعة عند الصعود الى الطائرة والهجرة عند الوصول حسب الخطوط الجوية الجزائرية اخيرا يلزم اختبار المستضد عند الوصول بالاضافة الى الحجر الصحي لمدة عشرة ايام ومع ذلك فان بعض الحالات معفى من الحجر الصحي وهذه هي تم تطعيم المسافرين بشكل كامل ضد كوفيد 19 المسافرون الحاصلون على شهادة الشفاء من كوفيد والذين تلقوا جرعة من اللقاح القصر غير المصحوبين او برفقة احد الوالدين الملقحين بالكامل المسافرون بجواز السفار الدبلوماسي والذين لديهم تصرح من وزارة الصحة الجزائرية يذكر ان الجزائر كانت تستقبل عدة ملايين من المواطنين الجزائريين كل عام سواء لاسباب سياحيات او لاسباب اخرى وكانت حركة المرور ديناميكية للغاية قبل وصول الفيروس حاليا لا تزال الحدود البريات مغرقة تتم عملية التبادل بين فرنسا والجزائر جوا فقط بفضل الرحلتين اسبوعيا توفرهما الشبركتان الخطوط الجوية الجزائريات والخطوط الجوية الفرنسية يرفض الركاب عند الصعود الى الطائرة لانهم لا يستوفون شروطا معينة للسفر على رغم من انهم اشتروا تذكر كما صرح المتحدث باسم الخطوط الجوية الجزائريات امينو اندلوسين واصر على التحقق من ظروف الاستقبال في كل دولة قبل شراء التذاكر رحلات الطيران فرنسا الجزائر ها هي اسعار التذاكر تتوفر تذاكر الرحلات الجوية من المانيا الى الجزائر من الخطوط الجوية الجزائريات والوفت هانزا باسعار مختلفة اعتمادا على شركة الطيران التي يختارها المسافرون منذ 28 غاشات زاد عدد الرحلات الجوية الى الجزائر بقرار حكومي بينما كان هناك حوالي 15 خدمة فقط في الاسبوع لجميع الوجهات هناك الانما مجموعه 64 خدمة تقدمها شركة من مختلف البلدان وتستفيد الخطوط الجوية الجزائرية التي توفر نصف البرنامج من 32 رحلة من و الى فرنسا واسبانيا وتونس و تركيا و المانيا و ايطاليا و روسيا يتم توفير الرحلات الاخرى من قبل شركة هذه البلدان باستثناء الروسية التي يتم تشغيل الرحلة الاسبوعية الوحيدة من قبل ناقل الجوي العام الجزائري وتجدر الاشارة الى ان فرنسا حيث يقيم اكبر جالية جزائرية مغتربة هي البلد الذي يستفيد من اغنى برنامج طيران مع الجزائر في المجموع يتم تشغيل ما لا يقل عن 48 رحلة كل اسبوع من و الى هذا البلد بواسطة الخطوط الجوية الجزائريات والخطوط الجوية الفرنسيات وخطوط الجوية وتيرانسافا وخطوط فويلينغ الجوية المطارات الجديدة مفتوحة ايضا للرحلات الجوية مع الجزائر في هذا البلد وهي تشمل تلك الموجودة في مونابليلي هو ليون وليل والتي تعمل منها تيرانسافا وخطوط جوية اسبوعية فيما يلي اسعر تذاكر الرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر من فرنسا عدد الرحلات الجوية مع الجزائر اقل بكثير في الواقع هناك الرحلتان فقط في الاسبوع في اتجاه فرنسا الجزائر فرنسا يتم توفير هذه من قبل الخطوط الجوية الجزائريات كل يوم اربعة ولوفت هانزا كل يوم سبت كما ان اسعر التذاكر في اتجاه فرنسا والجزائر مرتفعة للغاية مقارنة باسعر الرحلات الجوية من دول اخرى في الخطوط الجوية الجزائرية تعرض تذاكر في اتجاه باريس الى الجزائر بسعر ستمائة وعشر يورو للفرد في اتجاه واحد هذه ارخص اجرة بين البلدين منذ ان تقدم التي تشغل الرحلة واحدة في الاسبوع الى الجزائر تذاكر من سبعمائة وثمانية يورو للفرد ودائما في اتجاه واحد اشتركوا في القناة